الراديو تسعين تسعين بس الحمد لله ربنا سترها كان وبينبسطه يعني افتكر زمان اول مسلسل ازاعة عاملو في حياتي كان مع الاستاذة العظيمة نجلق فاتحي وكان تقليب في الاستاذ وحيد حامد استاذ وحيد حامد عيب حد يخرج اه 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 حقيقة يعني فقالولي استاذ وحيد حامد عايزك فقعدت معاه في الازاعة فقال لي بص يا ابني انت بقوله عليك شاطر وكويس وبتاع بس انا سمعت عنك حاجة كده انا عايزك تلتزم بالكلام الموجود قلت له حاضر فانتم انا مفيش مشكلة انا انا اقول الحاجة من عندي لا وانا بوافع لان انا مش عارف انا اقول ايه نزلت سجلت فلقيت قلت حاجات كده بس جوه السياق فاكتشفت انه مبسط جدا قال لي حامده تمام وخليك زي ما انت يعني حاجة كبير زي اه طبعا استاذ وحيد حامد يعني جيت بعد كده كل اللي اشتغلت معهم بقى على المسرح او في السينما او كزا الحمد لله بيستحسنوا الموضوع او في النهائي بلقوني ما بخرجش بره الهكاية ودائما الفيبي بقى زي ما بنقول كده بالبلد دي في الجون يعني في مكانه بالزبط بالزبط هو دوت اللي بيخليه موافقه ويبقى فيه لحد ما ثقة ورب الكرم بقى